الدوتة التانية دخلت النادي الاهلي. اه لعبت عدد موراد كتير في المرة الاولى. الفترة الاولى. ما لعبتش كتير. ليه ملعبتش كتير. اه كان ساعتها كان فيه لعبة كبيرة في الفرقة. مين? يعني كان في لعبة كتير كابتن وليد سيمان وكان في حسام عشور وحمن فتح كان فيه اسامي اسامي كبيرة جدا في الفرقة. طب ليه ما قتلتش بشخصيتك وتقاتل على المكان. انا كابتن انا يعني انا مروحت النادي اتمرنت كويس اه كده و بس انا هي رات ممكن وجهة نظر كابتن حسام اللي انا ممكن ببقاش موجودة. يعني ملعبش الفترة دي. كان فيه لعبة كتير كمان يا كابتن في الفترة دي اه في النادي الاهلي. كان في لعبة كتير جداん في النصر الدمان كتير. عن دار's عالنادي كان فيه انت عارف 2018 تحصير الكابتن حسام منذر كان فيه. كانرة كتير جدا وفرودة وكان فيه كان كان فيه لعبة كتير جدا. فممكن انا كان مؤمن وكان ازارو وكان اجاييه وكان كابتالي سليمان واسلام محارب ومودي واجبه كان في عدد كبير جداً كان احمد الشيخ وحمودي الفترة دي في النادي انت عشان تدخل التمنتواشر عايزة بالزبط الفترة دي يا كابتالي في النادي كان فيها لعبة كتير قوي ودول كانوا لعبة برضو كانوا ساعتها عندهم خبرة اكتر مني شوية لان انا كنت عندي واحدة 20 سنة فهم طبعاً كانوا اكبر مني فحتى لو انت عندك استسلمت الوضع لأ عملت ايه عملت ايه اتمران انا كنت مقتنع جداً بنفسي مقتنع اللي انا هلعب ان انت توصل لنادي اهلي ده صعبة لكن ان انت تبقى موجود وتلعب دي سهلة يعني بمعنى يا كابتال ان انت توصل للمكان ده صعب اللي انت رح ندل حلوة جملة دي صعب اللي انت رح ندل اهلي لكن لكن لو انت عندك الامكانيات وعندك الشخصية سهل ان انت تلعب في ندل اهلي انت فهلا مصدي انا قلت كلمة برضه قبل كده لحد من صحابي في الفرقة اه معايا اه قلت له قلت له في اوروبا قلت له صعب تطلع اوروبا ام لكن سهل تلعب هناك ام يعني احنا هنا في مصر عندنا مشكلة شوية في الطلوع ام لكن لما تيجي تلعب تلعب هناك في اي دور هناك ولا لا الدنيا تلاقيها سهلة من دي دي حقيق دي حقيق عندنا نموذك محمد صلاح الناردة انا من وجه اتنظر لا معامل صاحب كبير طبعا معامل صاحب كبير طبعا ومفيش كلام علينا مش بكامل عامل صلاح اخو الاسم انا بتكلم ان انت يا كابتن في اوروبا اه في حلول كتير انت مسلا كتفندر مسلا مسلا في حلول كتير او معاك العيبة طبعا هناك اه بتحرك صح حاجات كتير او عوامل كتير او بتساعدك ملاعب جالك عوروز اوروبية شايف اه الفترة دي اول موسي مين مين جالك جالك من كيف حاكooف اقول لنا اقول لنا ايه تركيا ولا غير تركيا اه تركيا انا تشارفها اذا تركيا عشان ايا تركيا هي الفترة دي جاي تركيا وجالقبر Эرتغال وءا والسعودي مم ده اول لما رجعت من امبيا وجالي في يناير السنة الي فاتت مم اه الفترة عرض خليجي ولا هو العرض خليجي موجود مم انت فهم يا موضوع السعودية الموجود نوروحتش ليه اه انا موجود في النادي قاليه ومبسوط طبعاً ان انت موجود في التكلم في النادي قاليه فأأنا عندي عقد مع النادي اه في حاجة قد ان العقد شريعة المتعقدين. مم. بدم انت في عقد في النادي بتاعك. مم. فانت غصباً عنك لازم تبقى موجود. مم. حتى لو انت مش على الهواكد اللي انت تبقى موجود. مم. او انت مش لو عايز تمشي لا غصبا عنك تعد. مم. انت مش في عقد وانت ماضي بايjestك عليه? مم. لازم تعد. مم ممي جالك عرض وكده وحسيت اللي ممكن يجي لك دخل اكبر بكتير من العقد اللي انت رجل. مش فكرة تفكير في الفلوس. انا قبل كده اتلاقت يا كابتن. ما طلبتش من نديل اهلي. انا جال يا كابتن جالي ارقام اكتر من اللي انا اللي انا بخدها في النديل اهلي. وقلت قبل كده في حلقة مع كابتن احمد شبير. قلت الجنيه في الاهلي بعشرة. وبيقولها لك تاني الجنيه تلعب عشرين. طيب اقول لك الحاجة. موجيلي عرض بفلوس.